المنظمات دي كلها واستقلالها كلها وبتنص على الثواب والعقاب والثواب والعقاب اللي الحاليا بتمرس السلطة علينا من المفروض بعد قيام هذه المنظمات اللي بينص عليها الدستور انه الثواب والعقاب ده نقرره نحن بأنفسنا ده اللي احنا يعني الاعلاميين بيعملوا في الوقت في الوقت الحالي عارف ان في مجموعة عمل مشكلة بقالها فتح حضرتك احد اعضاء هذه المجموعة بتشتغلوا على ايه قصص حمدي والتنظيم ده هيطلع للنور امتى يعني فكرة في خريطة المستقبل فيش ايلاي انتبق الي الكثيرون ان هناك احد بنود خريطة المستقبل ميساق شرف اعلامي انا الحقيقة مش مستريح انه في خريطة المستقبل ميساق شرف اعلامي مش مستريح بمعنى انه ارجو انه السلطة ما يكونش رأيها محدود بانه الصحفيين والاعلاميين يحكموا بميساق شرف اعلامي لانه لو كان ده تصور السلطة انه كل اللي عايزينه من تنظيم الاعلام ميساق شرف اعلامي ما تبقاش بشرة خير يعني المطلوب اكتر من كده اكتر من كده بكتير ولذلك الدستور لما بيقول المجالس دي تقوم مش معنى كده انه انه ما قالش امتى حتنفذ امتى حتقوم وما احناش عارفين اذا كان السلطة عايزة الكلام ده يحصل النهاردة ولا يحصل بكرة صحيحة رئيس السيسي طلب من الاعلاميين انه يعيدوا تنظيم مهنتهم بسرعة واظن احنا ما يسمى بالمبادرة المصرية لتطوير الاعلام اللي انا بقى تشرف يعني بقى الامين اللي عن بتاحها كنا اول من بادر الى دعوة الكل الحقيقة من الاعلاميين المعنيين الى الاجتماع عشان يقوموا بتنظيم هذه المهنة بانفسهم ويضعوا القوانين بانفسهم ويقولوا يحسبوا انفسهم بانفسهم وبدأنا يعني بدأنا الحقيقة من كم شهر وعملنا احنا الاعلاميين من ناحية اظن اعتقد ان احنا اكثر سرعة من الصحفيين بالرغم ان الصحفيين عندهم نقابة وعندهم مجلسة على الصحافة والى اخره احنا على اي حال النقابة بتاع الاعلاميين في الوقت الحالي الرابط اظن في خلال اسبوع او اسبوعين هتشهر وده حيبقى بداية طيبة جدا انه حيكون فيه كيام بيعبر عن الاعلاميين احنا الحقيقة مش عايزين نبحث عن المزايا بتاعتها احنا عايزين بنبحث عن عن قواعد للمهنة ما تكفلش مصالح الاعلاميين لوحدهم وانما تكفل مصالح الجمهور بالدرجة الاولى صحيح بمعنى الجمهور ده اصله مستهلك للمهنة اللي احنا فيها مستهلك الاعلام في جمعيات كتيرة اظن منهم جمعية شهيرة لحماية المستهلك انما دي كلها بتفعس عن حماية المستهلك اللي اشترى بضع غلط او سلع غلط ما احنا برضو نقدم سلعة وفيها كتير من الاخطاء واخطاء في حق المستهلك والمستهلك ما عندوش طريقة يحصل على حقه مننا فهذه القوانين الجديدة لازم فيها حماية المستهلك اللي هو القارئ والمستمع والمشاهد احنا وضعنا مسودات قوانين متعددة واعتقد ان احنا وصلنا الى صيغة اخيرة بس احنا الاعلامين اللي واحدنا لازم نجتمع مع الصحفيين وحيبقى فيه اجتماعات قريبة في لجنة البعضة عايزها تكون خمسين واحد علي حال احنا دلوقتي عندنا اتناشر واحد بيمثله اعلاميين في البلد بيمثله نقابة الاعلاميين بيمثله اتحاد الازعاء والتليفزيون بيمثله القطاع الخاص القانوات المستقلة الفضائية الخاصة ونرجو ان احنا على اي حال انما ده يعتمد برضو على الدولة احنا هنحط مشروع قانون ومشروع القانون ده لازم بعد كده يجاز يا ابن ما يجاز من الفرلمان الاول نقول يا ابن ما يجاز من السلطة القائمة اللي عندها سلطات الفرلمان اللي هو رئيس الجمهورية اللي يمتلك السلطة التشرعية متحمس هو اللي مش متحمس ما احناش عارفين للسرعة يعني في اصدار هذه القوانين و او ننتظر الفرلمان المهم نكون احنا جاهزين بمشروع متفق عليه بين جميع الاعلامين والصحفين على مناره مشروع مشترك ما بين الاعلام المرئي وما بين الصحافة ايضا يعني اعلام المرئي حكومة يعني الاعلام الدولة والاعلام الخاص لانه هم ثلاث قوانين الحقيقة فيه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والصحافة ده بتعلق بتنظيم مهنة الاعلام والصحافة كلها وفيه مؤسسة معنية بإدارة الصحف القومية وهنا طبعا فيه مشكلة الصحف القومية دي حيبقى مستقبلها ايه حتتباع حتفضل حتتتوحد حفيه يعني اكتر من احتمال وفيه مؤسسة الازعاء وتلفزيون الرسمية اتحاد الازعاء وتلفزيون حيبقى شكله ايه بعد الاستقلال المفترض على الاستقلال اه لا لا استقلع الحكومة يبقى الجهة بتمثل رأي الناس الشعب مش الحكومة كل التفاصيل اللي حكا وستاذنا بتقولها يمكن تكون يعني دي عنامين رئيسية لتفاصيل كتيرة جدا بس هذه التفاصيل تفاصيل مهمة جدا لان فيه جزء منها هو بناء مؤسسي لإدارة المشاكل اللي بيعاني منها الجمهور الآن يعني اذا كان حضراتكو ليكوا تحفزات على اداءنا وعلى اداء الاعلام بصفة خاصة لابد من ان احنا ننظم ده هي مش هتبقى كلام او محاولات شفوية لازم اطار مؤسسي توضع فيه القواعد زي ما حضرتك تفضلت واحنا قررنا ان احنا نضع القواعد واحنا هنقول كمان ازاي نحاسب نفسنا عشان محدش يقول في الآخر بتحاسبوني ليه انت ساهمت ووضعت افكارك في وضع العقوبة اللي انت شايفها النفس سمحتنا يا استاذنا ناخد فاصل قصير